إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآء وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي أو لقيتك بقرابها مغفرة للقيتك بقرابها مغفرة والحديث رواه الإمام التلمزي وحسنه وحسنه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الحديث القدسي العظيم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يذكرنا ربنا عز وجل بثلاثة أسباب عظيمة من أسباب مغفرة الظنوب كل واحد من هذه الأعمال الثلاثة والأسباب الثلاثة كفيل بمغفرة جميع ما كان من العبد من الظنوب فالله سبحانه وتعالى هو الغفور سمى نفسه الغفور سمى نفسه الغفار وذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنب والمؤمن بحاجة إلى مغفرة ذنوبه ويتلمس أسباب المغفرة ويسعى للأخذ بها فهذا الحديث الشريف فيه الدلالة على هذه الأسباب الثلاثة لمغفرة الذنوب فأول هذه الأسباب هو الدعاء مع الرجاء إنك ما دعوتني ورجوتني يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني دعاء الله سبحانه وتعالى والدعاء قسمان دعاء سناء ودعاء مسألة فمن الدعاء ما يكون سناء على الله سبحانه وتعالى ومنه ما يكون مسألة وطلبا من الله سبحانه وتعالى وأكثر أدعية القرآن والسنة يجتمع فيها الأمراض فتجد صيغة الدعاء قسم منها سناء على رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وقسم من الدعاء مسألة وطلب من الله سبحانه وتعالى فالدعاء جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والحديث في الصحيحين وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الدعاء هو العبادة وهو أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يعظم شأن الدعاء وأن يعلم أنه سبب عظيم لمغفرة الذنوب على أن يصحب هذا الدعاء رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل الدعاء بجميع ما يحتاج إليه المسلم من جلب نفع أو دفع ضر فكل ذلك داخل في الدعاء كثير من المسلمين لا يسألون الله سبحانه وتعالى حوائجهم كل إنسان بحاجة إلى أمور لا يمر يوم على الإنسان إلا وهو محتاج لجلب منافع ودفع مضار فكثير من المسلمين يسلك جميع الأسباب المادية وإذا كانت أسبابه المادية كافية لتحقيق مطلوبه أو دفع ما يريد دفعه ربما لم يفكر في الدعاء والنجوء إلى الله سبحانه وتعالى لطلب حاجته ودفع مضارته كثير من الناس لا يلجأ إلى الدعاء إلا عندما تسد أمامه الأبواب وتضيق به السبل وتنفد وسائله المادية حينئذ يطلب من الله سبحانه وتعالى فهو يبدأ بالطلب من الناس ومن هذا وهذا وتعليق القلب بفلان وعلان وينشغل بذلك عن تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى والطلب منه أولا وآخرا وأن يكون الدعاء هو أول الأسباب التي يأخذ بها المسلم لتحقيق مراده ومطلوبه إذا كان شفاءا من مرض نجاحا في اختبار مشكلة في تجارته في أسرته في غير ذلك من الأمور والحوائج والمنافع فعلى المسلم أن يكون دائما الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء من أسباب مغفرة الذنوب وعلى المسلم أن يرجو إجابة الدعاء وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى ومن معامي الرب الذي يربي عباده سبحانه وتعالى بما هو أصلح لهم وأنفع لهم في دينهم ومعاشهم يربي عباده المؤمنين ويرشدهم إلى ما يدفعه فقد يؤخر الله سبحانه وتعالى عن العبد مسألته ليزداد اجتهادا وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم إذا تأخرت إجابة مسألته أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن لا ينقطع رجائه من الإجابة وإنما يزداد اجتهادا في الدعاء لا يقول دعوت ولم يستجب لي وإنما يسيء المسلم الظن بنفسه يقول لعل دعاء خلى من بعض شروط الإجابة لعل قصرت في شيء من آداب الدعاء فيزداد تضرعا وإنحاحا على ربه سبحانه وتعالى في طلب مسألته وليعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى في إجابة دعاء المؤمن فإنه سبحانه يجيبه بأحد ثلاثة أمور إما أن يعجله له في الدنيا يعجل له المسألة التي طلبها في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة فيعطيه سبحانه وتعالى من الأجر العظيم الذي يجده عند الله تعالى بسبب دعائه هذا من حيث لا يحتسب فالدعاء ربح على كل حال وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها يعني قد يدعو المسلم يطلب شيئا من أمور الدنيا وقد لا يكون هذا الذي يطلبه خيرا له فقد لا يعجل له مطلوبه في الدنيا لكن بسبب دعائه يصرف الله سبحانه وتعالى عنه من السوء أمورا كانت ستحل به وبسبب دعائه يصرفها الله سبحانه وتعالى عنه فإذن الدعاء كله خير وكله بركة على كل حال وأجر في الدنيا والآخرة ونفع في الدنيا والآخرة فالدعاء هو من أسباب مغفرة الدنوب يَبْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَانِي بركة الذنوب حتى لو كان المطلوب شيئا من حوائج الدنيا فإن الدعاء دليل على صدق إيمان المؤمن وثقته في أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وكونه طلب مطلوبه هذا من رب العالمين سبحانه فهذا يكون من أسباب مغفرة الدنوب ثم يأتي السبب الثاني وهو الاستغفار يَبْنَ آدَمَ لو بلغت ذنوبك عمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي فالاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بأن يقول العبد أستغفر الله أو بأي صيغة من صيغي الاستغفار وأفضلها دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شب ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن فهذا سيد الاستغفار يعني أفضل أدعية الاستغفار أفضل صياغه أن يحافظ عليه المسلم لكن لو استغفر الله سبحانه وتعالى بأي صيغة فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويقبلها منه حتى لو قال أستغفر الله فإنه يكتب له أجر الاستغفار وأجر الاستغفار عظيم جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح وطوبى إما بمعنى المعيشة الطيبة الهميئة في الجنة وكذلك في الدنيا يشرح الله صدره ويسر له أمره وكذلك طوبى تأتي بمعنى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام فتكون هذه الشجرة نعيما لذلك المؤمن الذي يجد في صحيفته استغفارا كثيرا وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسر رواه أبو داود في سننه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسر فهذه بعض ثمرات الاستغفار وبعض فواهده ثم أيها المسلمون أيضا بعض الناس يحسبوا أن الاستغفار إنما يلزم العاصي ويلزم الفاسق وأنه إذا صلح عمل العبد فينشغل عن الاستغفار ولا يهتم به كثير من الناس لا يتذكر الاستغفار إلا إذا زل أو أخطأ بينما الاستغفار مطلوب من المسلم على كل حال ومطلوب من صفوة خلق الله سبحانه وتعالى فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أكثر الناس استغفارا ونبوتهم ومكانتهم عند ربهم سبحانه وتعالى لم تغنهم عن الاستغفار فهذا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفض لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين وهذا نبي الله نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عنه عليه السلام أنه قال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وذكر سبحانه وتعالى عن داوود عليه السلام وظن داوود أن ما فتناه فاستغفر ربك وخر راكعا وأناه وعن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وموسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إلى غير ذلك من استغفار الأنبياء في القرآن الكريم ثم نأتي إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام نجد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم وفي رواية إنك أنت التواب الغفور يقولها عليه الصلاة والسلام مئة مرة أحيانا يعدها له الصحابة رضي الله عنه في المجلس الواحد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة هكذا يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يستغفر الله في المجلس الواحد مئة مرة وفي اليوم أكثر من سبعين مرة فكيف بحال غيره من الناس كم يحتاجوا من الاستغفار كل يوم فإذا الاستغفار مطلوب من المسلم في كل حال وفي كل وقت وحين حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى فالاستغفار مطلوب كذلك بعد الأعمال الصالح ليس فقط من الزلة والخطأ بل العمل الصالح يحتاج إلى استغفار مما يكون قد شابه من خلل أو نقص أو قصور فيكمله الاستغفار فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما فرغ من صلاته أول شيء يقوله بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أول كلمة يقولها بعد سلامه من الصلاة الصلاة عمل صالح لكنه يستغفر الله تعالى بعدها لما قد يكون شابه من قصور أو خلل أو نقص فيكمله بالاستغفار كذلك الحاج يأمره الله سبحانه وتعالى عندما يفيد من عرفات بعد إتمام نسكه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله وذكر الله سبحانه المستغفرين بالأسحار الذين يستيقظون في وقت السحر وغالبا ما استيقظوا في هذا الوقت واستغفروا فيه إلا كان لهم عمل صالح أو صلاة أو دعاء ثم يستغفرون الله سبحانه وتعالى قال والمستغفرين بالأسحار فإذن الاستغفار يحتاج إليه المسلم وهو من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وستر العيوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإيامهم أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون نازلنا في شرح هذا الحديث القدسي العظيم الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرت وقراب الأرض أي ملء الأرض لو لقيتني بقراب الأرض خطايا يعني لو لقيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة أي بملء الأرض مغفرة فهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده عز وجل وفيه أن توحيد الله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك بجميع أنواعه وأصنافه أنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب فكمال التوحيد واجتناب الشرك بجميع أنواعه وأقسامه من أسباب مغفرة الذنوب وقد يظن من يقرأ هذا الحديث أو يستمع إليه أنه شرط سهل ويسير أن لا يشرك بالله شيئا لكن ينبه شراح الحديث إلى أن هذا الشرط شرط ثقيل لأن كلمة لقيتني لا تشرك بي شيئا فشيئا هنا نسمونا نكرة في سياق النخي فتعم كل أنواع الشرك صغيره وكبيره فتشمل الشرك الأصغر والشرك الأصغر منه ما يتعلق بالقلب والنية كأمر الرياء والعجب وإرادة الدنيا بالعمل كل هذا من أنواع الشرك الأصغر قد لا يكفر به صاحبه ولا يخرج عن ملة الإسلام لكنه مما يستغفر الله تعالى منه وقد يؤدي إلى إحباط عمله ومن الشرك الأصغر ما يتعلق بالأقوال كالحلف بغير الله كثير من الناس يحلف يقول والنبي وعليه الصلاة والسلام أو يحلف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة أو بغير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منك فعلى المسلم أن لا يحلف إلا بالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك فهو من الشرك الأصغر الذي ينبغي أو على المسلم أن يطهر لسانه منه ويكفره بكلمة التوحيد فيقول إذا وقع في شيء من ذلك فيقول لا إله إلا الله وكذلك من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئ ولولا الله وأن والصواب في هذا أن يقول ما شاء الله ثم شئ أو لولا الله ثم أنت لو كان يعني لا بد أن يذكر أحدا من الناس فيجعله بثم فهذا من كلمة ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت هذا من الشرك الأصغر كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجل أن يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندت وأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وأرشد أن يقول ما شاء الله ثم شئ أو لولا الله ثم فلاء فإذا هذا من الشرك الأصغر القولي وكذلك هناك شرك أصغر عملي بالأعمال أو بالجوارح كتعليق التميمة وهي كل ما يعلقه الناس لدفع الضرر أو دفع العين أو الحسد أو كذا بعض الناس يعلق حدوة حصان أو يعلق نجمة بحر أو صورة الكف أو دماء أو أشياء من هذا القبيل يظن أنها تدفع عنه الحسد أو تدفع عنه العين كل ذلك من أصناف الشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حتى الشرك الأصغر الذي لا يكفر به صاحبه فهو قد يكون مانعا من تمام مغفرة الدنوب وشرط المغفرة في هذا الحديث أن يلقى الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن لا يسأل إلا الله سبحانه ويجتنب كذلك الشركة الأكبر كدعاء غير الله والزبح لغير الله والنزل لغير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فهذه كلها من عظائم الأمور التي تحبط عمل صاحبها إن لم يتغمته الله سبحانه وتعالى برحمته فإذن أيها المسلمون هذه ثلاثة أسباب لو حافظ عليها المسلم وهي الدعاء والاستغفار والتوحيد ومجانبة الشق فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يغفر الله عز وجل له جميع جنوبه ويلقاه سبحانه بمثل أرض مغفرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جناتنا وستغانا اللهم أمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاذنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواء اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أمين وأخذ دعوانا للحظ شكرا شكرا